اسم التجربة ما القوى المؤثرة في القطار؟ الهدف من التجربة تصميم تجربة لاختبار القوى بين عربات القطار والربط بين القوى المؤثرة في عربات القطار والقوة التي تسحب القطار عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند التعامل مع الأدوات والحذر من اتساخ وتشابك الملابس مع الأدوات أدوات التجربة ثلاث عربات متساوية الكتلة حلقة لتعليق الكتل كتل مختلفة ثلاثة موازين نابضية خيوط شريط لاصق بكرة مثبتة بلوح خشبي خطوات إجراء التجربة نضع البكرة المثبتة باللوح على حافة الطاولة ونثبتها جيدا نضع عربة عند أقصى يسار الطاولة ثم نحضر ميزانا نابضيا ونثبت طرفه بطرف العربة نحضر عربة ثانية ونضعها على يمين العربة السابقة ونوصلها بطرف الميزان النابضي نكرر الخطوة السابقة للعربة الثالثة نحضر خيطا ونثبت طرفه بطرف الميزان النابضي الحر ثم ندعو الخيط يلتف على البكرة ليتدلى طرفه الآخر نحو الأسفل ثم نربط حامل الكتلة بالخيط نختار أحدى كتل التعليق الثلاث ونعلقها بحامل الكتل فنلاحظ تحرك العربات نلاحظ خلال الحركة قراءة كل الموازين الثلاثة نسجل القراءات للقوة المؤثرة في كل ميزان النابضي نعيد الخطوات من السادسة إلى الثامنة للكتلتين ونقارن بين القوة المؤثرة في كل من الأنظمة الثلاثة كما في الجدول الآتي النتائج القوة على النظام واحد أكبر من تلك التي على النظام اثنين وهي بدورها أكبر من القوة على النظام ثلاثة القوة على النظام واحد ثلاثة أضعف القوة على النظام ثلاثة والقوة على النظام 2 ضعفا القوة على النظام 3 الأنظمة الثلاثة لها التسارع نفسه ولكن كتلة النظام 1 تساوي ثلاثة أمثال كتلة النظام 3 وكتلة النظام 2 تساوي ضعفي كتلة النظام 3 لذا يكون القانون الثاني لنيوتن لكل نظام على النحو الآتي حيث تمثل F1 النظام رقم 1 وF2 النظام رقم 2 وF3 النظام رقم 3 وMA العربة الأولى ونسبة نظام F1 إلى نظام FA هي 3 ونسبة نظام F2 إلى نظام FA هي 2 في قطار مكون من عدد كبير من العربات تكون القوة بين عربات المقدمة أكبر بكثير من القوة بين عربات المؤخرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة